اشتركوا في القناة بكل خير وبركة أهلا ومرحبا بكم في هذه الدوحة الضليلة والمساحة المتراملة التي تبنى بالحب ذلال الأصيل فقرات عديدة ومتنوعة نطوف من خلالها عبر الساعة من عمر الزمان بهذا اليوم من ضمن الفقرات التي ستكون معنا اليوم فقرة ستكون هي في الختام نوعدكم بالكثير والمفيد والممتع في هذه الحلقة ولكن مباشرة دعوني أرحب في هذه المساحة بضيفي الأول وأستاذي وسابقي في مدرسة الإعلام وهو كذلك اسم جمعة بين موهبتين ومهنتين وثالثة سنعرض لها في حينها مرحب داخل الستوديو بالإعلامي الأستاذ طاري كبرل مرحبا بيك حبابك عشرة في قناة الشروق وفي برنامج دلال الأصيل مرحبا بيك نزار عبدالله وتحية لكل الطاقم العامل في قناة الشروق والأخ المعد سرى جدين مصطفى صديق وأنا عرفت اتنين من الحاجات التي قلتهم وورد منهم الثالثة عشان نقدر أحضر له يعني أنا ما عارب أي زال هي عموما جزو جزو من شخصيتك ومن تكوينك جنسي بداعي ثالث أكيد أنت عارفه والمشاهدين عارفينه نحن نجي له لكن خلينا نبدأ من حيث البداية ودراسة الحقوق أضافت لك شنو في تعاملك وتعاونك اليومي مع الناس دراسة الحقوق طبعا يعني أنا في وجهة نظري أنه من أقيم الدراسات الممكن أن يتلقى هذا الإنسان بشكل تخصصي وأنا بفتكر أنه هي فردعين على كل الآخرين لأن معرفة القوانين ومعرفة الحقوق هي ما تجلب لهم الخير وما تجلب لهم الشر يعني ما بعرف القانون بيخالف وبيخطي وبيكسر القوانين وبالتالي بيواجه بأنه عنده عقاب أو جزاء معين في شكل المخالفة التي تعملت يعني على كل أوجه القانون المختلفة يعني حتى الدول يعني في القانون الدولي والبتاع عندها مثل هذه التصنيفات والمحاسبات وبالتالي حياتنا كلها مرسومة بالقانون يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويصحل الشخص منذ صباحه الباكر بمواقيت محددة وبالتزامات محددة وبفروض محددة يختلط فيها الفروضة الربانية والفروضة الحياتية اليومية اللي بتبقى عليك في فترات عمرك المختلفة بتتدرج وتختلف من مرحلة لمرحلة وبالتالي بيبقى القانون هو يعني الموية والطعام المفروض نتناولهم يعني ما بالضرورة التخصص لكن على الأقل إذا أنت مقدم على أي عمل فيه الإطار القانوني بالضرورة أنك تكون عارف التزاماتك وعارف الواجبات العليك لأن القاعدة القانونية بتقول أنه الجهل بالقانون لا يحفي المغفلين يعني المغفلين مش المتخلفين يعني ما نبزة يعني الغافلين يعني هي أن تغفل على الحرص على حقوقك ده ما بيحفيك عنه الغانون فيه نقاط مشتركة ما بينه إعلام والقانون الحنك ده الكلام أي طبعا يعني يعني بالضرورة أي محامي أو دارس الحقوق أو القانون يكون فيه جانب من الإعلام هو أيوة نعم يعني في كل ضروب العمل القانوني إذا كان المستشار القانوني أو القاضي أو المحامي أو وكيلة نيابة أو غيرهم بالضرورة أن يكون قادر على التعبير عن القانون بالشكل الصحيح نحن لما نجي نقعد في محلة إذا لازم نكون مكتسبين القدرة لأنه نحن نستنطق الآخرين ونعرف مداخلهم ومخاريهم ونعرف شنو السؤال المقبول والسؤال الما مقبول وشنو الحاجات التي أنت ممكن تتطرق لها على الشخص فتسعده ولا تتطرق إلى أشياء قد تؤدي إلى حرج أو إلى يعني غضب الضيف أو تعاسته يبقى النطة المشتركة المقدرة على الحديث والكلام المقدرة على الحديث دي ما مبنية على على الزخيرة بتاعت المعرفة بتاعتك يعني في كل جميل انتقالا من النقطة اللي ذكرتها هسيل بتجمع ما بين القانون والإعلام وهي الزخيرة اللغوية والمعرفة والمقدرة على التحدث الأسبوع الماضي يمكن كان ذكرى الإمام الصادق المهدي هذا الرجل العلم اللي كان عنده تأثير كبير جدا على مستوى المجتمع السوداني ألف ما يقارب المئة كتاب رجل الذاخر بالمعرفة ترك الكثير من الإرث اللي استطاع من خلاله أنه يثري المكتب السوداني بإصداراته الفكرية والثقافية والكثير كاميرا الشروق كانت حاضرة في ذلك اليوم نشاهد ونعود في نقل وعكس هذه الفعليات والرحمة والمغفرة للإمام الصادق المهدي رحمه الله وأسكنه وفسيح جنانه مع الصديقين والشهداء ورقة دور الإمام في تطوير حزب الأمة والأنصار قدمها دكتور عبد الرحمن الغالي تعقيد دكتور إخلاص مكاوي وورقة دور الإمام في إسراء الفكر السياسي الإسلامي تقديم بروفيسور حسن أحمد إبراهيم تعقيد دكتور الأمير عبد المحمود أبو أترحم هذا بروح فقيدنا حبيبنا مرهمنا الصادق المهدي وحييوه في الزكرة الثانية لرحيل الحبيب الإمام الصادق المهدي واشكر اللجنة القومية لتخبيد ذكر الإمام الصادق المهدي على متهوداتها على متهوداتها المهدرة في إهياء وتخبيد الذكرى والإحتيار الموفى لشعار هذا المغطرة من ليس يفتح للضياء بيونه هيئات يوماً واحداً أم يبصره الإعلان الفتاني أحياء ذكرى السنوية الثانية من الإمام الصادق المهدي عليه الصادق المهدي حكيمة الأمة وإمامة الامبراطية والسلام والتسامة والعدالة الاجتماعية والتوافق الوطني في السنوان واستجعاراً بالمازق الوطن الحرق الذي تمر به البلاد بعد رحيله والحايد الماسى استلهام روحه وقرسه في تحقيق العمور التاريخ الذي نادى به لدى تفجر ثورة في سنوان 2018 وتأكيداً على إيمانه العنق الامبراطية وإذنه لا محدد تدبيق الأسلام الامبراطية مستدامة وأقلمة أمسك الزيادة أمسك الخفيف يندح للبنية يديها للحجاة والخاطر يطير يدخل جد منه يا 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 جد منه محبوب الشباب يستنى النسي يدخل جد منه يدخل جد منه صفاته في الأدب والفكر والفلسفة أعود وأرحب مجدداً بضيفي داخل السوديو الأستاذ الإعلامي طاريك كبلو مرحب بك من جديد مرحب بك من جديد أديب وهو إمام وهو قيادي راسخ وهو سياسي فطن وهو له مراجعات كثيرة في كثير من القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية وكما ذكرت وذكر التقرير أنه رفد المكتب بكثير من المؤلفات التي خطها وبالإضافة إلى ذلك هو رجل الاجتماعي من الأطراز الأول تجده في كل المحافلة الاجتماعية مشاركاً وله دور كبير وحقيقة في هذه المرحلة في السودان كنا نحتاج أمثال سيدة صادق المهدي وكثير من القادة السياسيين المحنكين الذين كانوا من الممكن أن يعني يركنوا هذه السفينة في بر الأمان بالعودة لدراسة الغانون سيد صاريك هل هناك نزاع ما بين الإعلام والقانون؟ أبداً للأخوان في الرضاعة ما عندهم مشاكل كثيرة ما ليك؟ ما في النزاع كثير يعني يعني ما هو أنا بالنسبة لي الإعلام هواية وأنا يعني ما توظفت أصلاً في الإعلام وكل اللي بعمل وده بعملوا عن رغبة وبعد كده اتعرفت كده زي الزول اللي عندهم كان في ساعات قشرة يعني لو دائر حاجة بتلقاين فلان الفلاني فبلغ حاجته عندي بيتصل عليه بقول يا أخي في البرامج المعين وبمشي أقدمه يعني يمكن في فترات يعني ارتباطنا ببرامج راتبة زي من الخرطوم سلام وبعده مشوار المساء بعد ما هاجر أخونا الطيب وهبا بعد كده برضو اشتغلنا فيه شوي وبعد كده السحرات والبرامج المختلفة يعني إذن هل ثبت بالدليل القاطع أن الإعلام موهبة بحتة غير متعلقة بالدراسة؟ وطبعا أنا قناعاتي إنه هو كل عمل يحتاج إلى موهبة فيك يعني أنا أفتكر إنه الانترفيو مفروض يكون عن للطبيب عن إحساسه بالمرض عن علاقته بالمرضى عن خوفه من الدم ولا المسألة بالنسبة له اعتيادية والكلام ده لا يتأتى إلا بالتجربة الفعلية أنا كنت بتكلم مع صديق قبل فترة في إنه من المفروض إنه كليات القانون وكليات الإعلام تعمل زي ما بعملوا الناس كليات الطب كليات الطب يأخذوا المحاضرات في المدرجات بتاعت الجامعة وعندهم الفترة العملية في المستشفيات القانونين بالتالي لابد إنه يكون في دراسات في الجامعة وفي مشاهدات لكيفية عمل القاضي وكيفية عمل وكيل النيابة وكيفية عمل المحامي بتاع الدفاع ده في الجناء طبعاً الوكيل النيابي يمثل الاتهام وبييجي المحامي يمثل الدفاع الدفاع في القضايا المدنية في محامين اثنين واحد عن المدعي واحد عن المدعي وكيفية الترافع ودرجات التقاضي وما إلى ذلك شنو الممنوع في المحكمة وشنو الممنوع في المحكمة يعني بالضرورة أنا أفتكر أنه امتحان المعادلة برضو مفروض يكون فيه جزء من الحاجات العملية أنا أفتكر أنه هذه بتسقي للناس كذلك الإعلام يعني الإعلام ما ممكن يكون زوال قراءة إعلام عمره ما دخل تلفزيون ولا شافي زاعة شغال كيف بس بيتعامل معه من خلال الصوت أو من خلال الصورة اللي بيشوفها في الصندوق بتاع التلفزيون فنتمنى أنه والغريبة أنه فيه كثير من الكليات برضو عندها إزاعات لكن ما أظن أن الناس البقر فيه إعلام بيمشوا على الإزاع ولا بيخصصوا اليوم فترات للعمل الحاجات العملية من خلال تجربتك العملية هل حسيت بأنه فيه فارق أو أقاب ما بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي سواء كان في مهنة القانون وفي الإعلام هو طبعا كل الدراسات بتعتمد أساسا على القواعد الأساسية لكل مجال وبتديك زيادة حبتين يعني على الأقل براح كده أنت تستفيد منه وتقدر تقوم وتقوي الموهبة اللي عندك في العمل المعين إذا كان في الطيب أو في القانون أو في الإعلام أو في غيره وبالتالي أنت بتجي بعد كده كل مؤسسة عندها نظمة وعندها طريقة التعامل فيها عندها طريقة القعدة وعندها طريقة اللبس يعني في حيات كثيرة جدا الإزاعات برضها عندها طريقة عمل طريقة عمل وعندها نوعية بتاعت عمل في إزاعة متخصصة في المواضيع الاقتصادية في إزاعة بتاعت منوعات في إزاعة بتاعت رياضة وهكذا فالجو العام داخل المؤسسة ده مكتسب يعني لكن لو قبيل اشتغلوا بين نظرات دي بيبقى عادي يتعودوا بيتعودوا عليه فبيكون ما في رحبة يعني هسة الآن إنت لو قلت والله أنا فتحت مجال للمقدمين بتاعت برامج في الشروك حيجوك الناس مرعوبين خايفين آيوة وبعدين الكاميرا دي مرعبة جدا والإضاءة والبتاع فعايزة يعني حالة من الهدوء عشان على الأقل أنت تقدر تتعامل معها وتقدر تكون مركز في الحاجة اللي أنت بتعمل فيها ما مركز مع كاميرا ولا مركز مع إضاءة ولا مركز مع الناس زي اللي عندهم شغولهم براهم بيعرفوا يجيبوك من وين ويجيبوك كيف وكذا يعني طيب هده عموما يعني قادني لي سؤال مهم جدا ممكن يكون بيطرأ الآن بي ذهن الناس اللي يشوفونا بعد كم ممكن الزول يكون يتخلص من الخوف من المايكروفون أو من الكاميرا هو احتياد ما هو حسب خوفك أنت زاد وقدر شنو كم كيلو يعني ما أنت زاد في ناس ليه هسا ما فكل خوف يعني في ناس ليه هسا لو أنا بالمناسبة دار أقول حاجة أذكر بها أستاذنا الراحل عبد الرحمن أحمد أن إحنا كنا في السوديو البس المباشر في لذاع السودانية في لذاع السودانية وهو جداخل عشان يقرأ نشرة الساعة ثلاثة فقعد وشال البتاع لما اندقت الدقات بتاع الساعة قال هنا أم درمان السالسة تماما نشرة الأخبار يقرأها طارق كبلو أنا لا شفت نشرة ولا عين تلاه ولا عارف وأنا أساسا ما كنت بقرأ نشرات يعني فدي أول نشرة أنا قريتها وقريتها دي ورطة على الهواء هاي لكن يبدو أنه كان واثق فيني ولا حاجة كذا وأنا شكلين سترته ما بطال بعد ذاك بيقولوني نشرات أخبار مع أنه المتعاونين ما كانوا بيقولون نشرات أخبار فكان بصرع لي أستاذنا بربو كمال محمد طيب أنه أنا أقرأ نشرات أخبار دا بيقودنا لتجربة التلفزيون نحن نجرى عين بعدين لتجربة الإذاعة السودانية لكن نحن نجرى لأنه محوره أكبر وذكرياته أكبر لأنه ارتباط الناس وجدانيا بالإذاعة أكبر وتغطياته أكبر التلفزيون دا يمكن لحد ياسي في ناس ما عندهم تلفزيون فنشوف على قدر على قدر الشوق على قدر الشوق ما يمت دا بيذكرنيه ستارك المحطات الأولى بداية دخولك التلفزيون تتذكر منا شنو وكيف كان أول يوم وانت داخل التلفزيون طبعا كل الناس لما تجي عشان تقدم للإعلام دا يعني بيكونوا مأخوذين ببريقة التلفزيون وأنا لما جيت جيت قدمت للتلفزيون قبل الإذاعة وعملت السكرين تيست وكان فيه ثاتح الصباق الله يرحم فقام طلع كده ولف بيت التلفزيون والزول له كويس وبتاعة أنا زاتي لما رأسي معرفته ودي بين جاء أخر ثاتح الصباق وقال اليوم جريد تلمسها بعدين لو وديتها له ويتقطيق عليه الزول جائز أيها الله فبعد ذاك طبعا إجراءات التلفزيون شوية صعبة كده مشيت برضو الإذاعة عملت وسجلته وكان في لجنة مفروض تجتمعه وبتاع فصدف إنه في زول وداني لإذاعة الصوت الأمة أستاذ أو أمدرمان كان في إذاعة الصوت الأمة ومشيت عملي تيست أستاذنا عباساتي يوم اللي اتنين يوم الثلاثة أنا كنت بسجل في سهرة مع فاتن علي بشارة وإخراج محمود ياسين في إذاعة صوت الأمة أهمني جميل أنا إحنا حنجي راجعين نتذكر شوية اللحظات الجميلة دي خلينا نهدي وكل المشاهدين لحن ونجي راجعين ونواصل منقطع من الحديث بتجربة من أستاذ أعلام إطار كبل موسيقى اشتركوا في القناة 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 شايف انه نحن ما منسيمين مع بعض يعني فبقوم يختار ليك زول تاني وهكذا فما كان في مشكلة انه الزول يشتغل معي زول في النهاية العمل ده عمل تكاملي وبعدين انا ما يعني ما بحب الختيف بتاع الكلام او استحواز الفرصة انك انت وتستعرض مهاراتك في الكلام انا ساسا ما عندي مهاراتك عشان استعرضها لكن يعني كل زول ياخد فرصته في الحكاية فعشان كده سانا حاخد فرصتي وحقلب انا ما اضيف انت الان مقدم برامج انا مقدم برامج انت من وريني امتع البرامج الممكن تقدمه يعني برنامج والحوارات حوار مع زول زي كده ما عارف اي حاجة ولا زول ولا طبيب ولا قانوني ولا ولا سياسي ولا شنو شنو الانواع البرامج اللي تحب تشتغل طبعا انا في التجربة احنا الان نقول ل 12 سنة تجربة اذاعة قدمنا خلال التجربة دي عدد من البرامج والاشكال البرامجية المختلفة منها البرامج الاخبارية البرامج السياسية البرامج الحوارية حوار الشخصية زي حوارنا قبل شوية ده وحوار الموضوع منها برامج المنوعات السهرات الإذاعية وكله لكن البرامج المفضلة البرامج اللي عندها علاقة بالأدب والفنون والثقافة وكده لانه ده ميولي سواء كان في الصحافة الورقية المكتوبة بشتغل في النقد الأدبي وفي نفس الوقت في البرامج اللي عندها علاقة بالثقافة والفنون والشعر وكده دواق لي برضوعة الشعر والموسيقى كتبت الشعر؟ كتبت؟ محاولات خجولة خجولة؟ محاولات خجولة هل تخجل من الكاميرا دي عسل؟ خالص قل لين نبيتين تدعت بس؟ أنا ما أدلم منك كثير لحد هنا نحن نقلب الحوار؟ لا ما حنقلب بي حاجة نحن نشوف أنا زول أول زولا لحقيتك وانت داخل الحلة دي صح؟ داخل يا تحلة حلة الإعلام دي مش كده صحيح هذا هو م satاعADA ح maximا أرجعك أنا أسمعCre Web كف propose هناك أبيات قد اشتهرت هي الآن موجودة في صنادق ستات الشاي في الركشات في الأماكن العامة قد اشتهرت للحضر أنا قل قلت Wild fighting منها اخر بيت كيف تفmass لذا bekit الدواخل سود. وده آخر بيت من قصيدة عنوانه ما عوايدك تبقى جافي. آخر بيت فيها بيقول وشين فايدة بياضة السن إذا بيقت الدواخل سود. أخذوا الناس كحكمة كده وانتشب بين الناس. هذا خلاص. أخذت تصريح خطير انت. طيب والفنون وتذوقك والموسيقى جربت تعزيف حاولتها. حاولتها حاولتها كيبورت أورغان زمان الفين وعشرة. ماشي كويس لكن بعد ذلك. زغطة منه. اي. وبتدني المعاوم. دي دي الحاجة الوحيدة التعتبر جريمة بشعة. كيف. موضوع. الغونة نذرة. نحن خلونا في التقديم احسن. الإجابة زكية فيها محاولة للهروب من انه انا اقول لك الديني مقطع من اغنية ولا حاجة. هو في مؤامرة طبعا انا خلينا اوضح للمشاهدين. مؤامرة ما بين سراجة الدين المصطفى بمعدل البرنامج وما بين استاذنا طاريكة بلو. علي انه قالوا نجلب البلكات. نجلب الاماكن. زمان المكانيكية ده عندهم حاجة كده لما انتحصل في العربية يقول لك نجلب البلكات وتعمل ومشو عارف شنو بتاع. فأسه قلبنا البلكات خلي العربية تمشي. خلاص قلبناها ونرجع عشان لانه لو قلبت البلكة كتر من كده العربية حتقيف. ما حتستمر. هيحصل عطل. عليحة نرجع وفي سؤال الاعلام. الفرج شنو ما بين المذيع ومقدم البرامج. المذيع ومقدم البرامج. المقدم البرامج ممكن يكون اه اي زول عنده القدرة. اه على اه تقديم نمط معين من البرامج. يعني يعني ممكن يكون شاعر اه بيقدم برنامج شعري. ممكن يكون اه قانوني بيقدم برنامج قانوني. اذا امتلك القدرة على التقديم. ممكن يكون اه في ناس كتار طبعا. يعني اه مثلا دكتور اه ابو عبيدة المجزوب. كان بيقدم برنامج طبي. هو ما مزيع. فهو مقدم برنامج. افساد محمد عبدالله الريح. محمد عبدالله الريح. قدم من طبيعة الاشياء. من طبيعة الاشياء. يعني امسلة كثيرة جدا. يعني في النهاية انت بتجد تقدم برنامج واحد. انت عندك الخلفية اه عن كل اشياء وبعد ذات قادر على انك انت كل حلقة تقدم اه نمط معين اه يعني من 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 الفكرة اللي انتجي الى البرامج. كل مرة بيطور البرنامج شوي. قانونيين برطه اه كثير من الناس. كان دك تجلب في اه تقديم البرامج المتخصصة قدمت برنامج لسنوات طويلة جدا في الاذاعة السودانية. انا القانون. ناس والقانون. نعم. اه دخلي نقول لسؤال الاذاعة السودانية. ليه دائما الناس مرتبطين بالاذاعة السودانية تحديدا الناس اللي اشتغلوا في حوش الاذاعة والتلفزيون في الاذاعة. لانه الاذاعة السودانية هي الاذاعة السودانية. زمان الناس كلها. لا تقول ليه ساعة سويسرية ولا ساعة سودانية. اول ما تدق دقات الساعة اي زول بيضبط الزمن بتاعه على الاذاعة الدرمان. الانضباط. و مرات انت لما تجي داخل الحوش بتاع الاذاعة بتحس انه ده تزيد. في الحاجات. لكن هون في النهاية يحصروا الزول كده لحد ما يطلعوا الحاجة الكويسة عنده. و ممكن تلقى زول يعني كل يوم بيجي الاذاعة. لكن اشتغل بعد سنة. لما يشوفوا فيه الحاجة الممكن يقدر يعملها. عشان كده اه زمنه بطول يعني. لحد ما يشوفوا يشوفوا. الحاجة الممكن هو تكون مناسبة ليه عشان يقدمه عشان ينجح فيه. فانا افتكر انه الاذاعة السودانية هي مؤسسة النجاح. وبعدين التنوع الكبير. وبعد ذاك اضيفت ليها خدمات اذاعية كثيرة جدا. ده كله يعني رفض المجال الاعلامي بمجموعة من الفنيين ومجموعة من المعد البرامج ومعدين ومقدم البرامج وكذا يعني. فهي مدرسة طبعا لا يستطيع احد انكار دوره في في رفض الحياة الاعلامية حتى التلفزيون ذاته يتأسس من الاذاعة. جميل ده جانب اه قليل من الاذاعة السودانية. وهو تشكيل الوجدان السوداني يعني الزول المستمعة البسيط. اه بيضبط ساعته على مواعد الاذاعة السودانية. بيسمع الاخبار من الاذاعة. تكوين العاطف والاجتماع من خلال ما تقدم الاذاعة من برامج تثقيفه سواء كان غانوني او طبي او غيره من خلال برامج التي تبث على اذاعة مدرمان. لكن نتكلم عن الاتباط الشخصي الوجداني. يعني الان لو جينا تكلمنا عن تجربة طارق كبلو. وقلنا ليك تكلم عنا بصورة يعني من غير مخوطة لا ضوابط محددة. انا متأكد هيكون جزء كبير للاذاعة. مع انه عندك تجربة تلفزيونية. فليه ليه الاذاعة احتلت جزء كبير جدا من تكوينك الوجداني. اول حاجة يا زاعة انت بتمشي لها صباح لو انت عندك جنيه واحد يوصلك الاذاعة بتفطر وتتغدى. واذا قعدت لحد بالليل بتدعشها. وبعد ده بتركب ترحيل بيوصلك اهلك. يعني انت ما بتصرف اي حاجة. الحاجة التانية اذا بتشوف فيها عبدالله الطيب. بتشوف فيها عبدالكريم الكابلي. بتشوف فيها فراجة الطيب. بتشوف فيها محمد الامين ووردي وزيدان وخليل اسماعيل. وتشوف فيها اه عوض صديق. وتشوف فيها كمية من. وطبعا الناس المسرح ديه القصين جيران. يعني الباب اه البيت مقاز والبيت زي ما. والحيشان التلاتة. والتلفزيون. يعني تشوف الجزلي والصباغ ومحمد طاهر والدنيا دي كلها. وفي كل مكان في مناسبة. والمجتمع العزائي مجتمع مطرابط جدا. لو حصلت اي حاجة عربات الترحيل دي كلها بتمشي الى الزولة اللي حصلت لي والحاجة. فدي ده مجتمع. مجتمع فيه من الترابط والتعاون الانساني عجيب. يعني ما بتحتاج يعني انا متأكد انه اي حتى مناسباتنا الاجتماعية بيقوموا بها الناس الناس اللي في الازاعة. زملاء. بالضبط كده. يعني انت ما بتكون عارف اي حاجة. لكن بتلقاهم هم تولوا كل الاشياء عنك. فانا افتكر انه مجتمع صحي. انا اتمنى انه يعود هذا الاحساس للازاعة والهيئة بشكل متكامل. الهيئة ازاعة وتلفزيون. ويظل هذا التواصل لانه ده افتكر انه جزء من الابداع. يعني انت ما لو لو جاتك. فكرة برنامج. لو ساكت مشيت الحوج بتلقى الزول المناسب للبرنامج ده ممكن تجيبه وتدخله يعني. مش استسهال. لكن وفرة. وفرة في الناس. اسا انت لو داعي الزول تضرب له ويجيك من سقط لقر. واحتمال يتأخر كمان يطشش عليك. جميل. طيب. بما انه عندك تجربتين في الاضاعه في التلفزيون. خلينا نشوف الفوارق ما بين مذيع الاضاعه ومذيع التلفزيون. في راحة طبعا في العمل الاضاعي باعتبار انك انت قاعد وكذا. اي انا 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 حاسي انه الناس شايفاني. وحاسي انه الناس بترسم في صورة الزول اللي ما شافوه في التلفزيون يعني. مؤكد كل الموزيعين المروا عبر الاضاعه ديل كل زول كان بيحبهم وبتابعهم راسم لهم شكلي من الاشكال. وبتخيل انه هم بتصرفوا كيف وبيتكلموا كيف وبيضحكوا كيف وحاجة زي دي. وانا افتكري ان ادي حاجة ممتعة. مرات اه لما بدينا في الازاعه وبتاع لما ايجي زول يسلم عليك وسط ناس ما بيعرفوك ولا بتاع. بالله اذا انت ومش عارف ايه وبتاع. مستغري بشكلك. فالدهشة اه يعني انه ده فلان الفلاني وكذا يعني. فكانت حيات جميلة. زمان الناس كانت مهتمة بالحيات دي كلها يعني. وبتحسسك انك انت زول كويس. وتقول يا اخوان بالله يا اخوان. لقيت قيمة للحاجة المتقدمة. ده بيقول ناو ستارجلي سؤال مهم جدا. وهو انه كتير من العاملين في العمل الاداعي بيفتكروا انه فكرة الاداع المصورة كتلة الخيال الموجود في الاداع وكانوا ضد فكرة انه الاداع تبقى مصورة. الان في موجة كذا على انه الاداعات تبقى مصورة. والناس تماشوا مع التقدم التكنولوجي. بيقول حتى الاداعات بتاع تلفين. تعمل كاميرات وتنقل البث بتاعه الى بث صوتي مرئي. فنشوف رايك انت. يا تبارك عملتك الاداع في التلفزيون وصاحب تجربة في المجال الاعلامي. والله يا نزار حس انا لو جيت قلت لك والله انا جعب لك هدية الحاجة دي. شنو التشويق الفية. ما انا اديتك لا خلاص وريتك لا. لكن لو قلت لك والله انا زار انا عندي لك هدية. بس خلينا نطلع من البرنامج انا بديك لان. ما هتفهم ايها في البرنامج هتفكر والله. والله كيف وشكلها شنو يا ربي جاب لي مش عارف ايه. وتنوع الحاجات. لما تسمع الحاجة في الازاعة. الخدمة الازاعية وظفت كل الظروف الممكن تخلي ليك الخيال بتاعك ده جريب للحاجة. يعني ممكن تجي شوف النجلات بتال الموسيقية والمؤثرات الصوتية المستخدمة في الازاعة بتنجليك المناخ العام بتاع الموضوع. بعد دي تخدت في اي مكان. خدت في الاستوديو ده. خدت في حلتكم في البلد. خدت في الحلة في اي حتة في بتلقى انك انت عندك يعني براح كده بتاعتخيل للاشياء. وانا افتكر انه ده معين للبني ادم ذاته انه هو يتصور الاشياء. صدقت واللخابت هو ما داخل في امتحان. هو على الاقل نشط الحركة بتاعت الدماغ في انه والتخيل في انه والله انا اللي يتمده كنت قريب من الاتموسفير ده من المناخ اللي انا سامعه ده. الحلة دي اللي بيمثله فيها الناس. المسلسلات دي بالمناسبة الناس رحلت معاها حلال كثيرة جدا. وهي كانت في صندوق. وتخيلتها. وتخيلتها. وبعدين تجي مطرة وكبسيبة ورعدة وبتاع لما الرادي ذاته ينط. تحس انه خلا ستة ذاتك تبلبلتها. فالازاعة فيها التشويق والامتاع والبتاع. وده كله من خيالك انت يعني. لكن الحاجة جاهزة خلاص. يعني ما حاجة جاهزة. خلينا نختم معاك بسؤال واحد. آآ. ثاني سؤال. الختام بداية بسؤال. والختام بسؤال. آآ. آآ. برنامج مميز في تجربتك التليفزيونية وما زال في ذاكرتك. والله انا افتكر انه من من الانحياز لطارق اليمين وطارق الشمال الناس والقانون انا افتكر انه الناس والقانون قدم خدمة قانونية كبيرة جدا ويستمر لسنوات طويلة جدا وما كان يميز هذا البرنامج انه زي لغاية معاقة يعني ما فيه المادة مية خمسة وتلاتين ولا المادة عشرين ولا البتاع من قانون المش عارف ما فيه كلام زي هذا يعني الكلام كله ونسل بينه وبين زميل من المحامين وبنقدم المادة وبنور ابعاد الحكاية بنشرح القصة ببساطة شديدة جدا فافتكر انه هو جمع بين رغبتين انا حققتهم في برنامج واحد لكن كتير من البرامج الحقيقة انا عملتها برضها افتكر انها برضها كويسة يعني احنا شاكري ليه كتر خيرك والله كتر خيركم انتو كتر خير الشروق وان شاء الله نلتقي في مساحات افضل ان شاء الله شاكرين لرساد العلامي طارق كبلو هذه المساحة التوثيقية ترجمة نانسي قنقر